الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله الفيلسوف اللي بعت لي رسالة وقال لي بلي المرقاز حلال لأنه يصنع من مادة الكولاجين وهذا المادة هو يقول فالرسالة تعو مستخلصة من المصارن مش هي المصارن الحقيقية وإنما مادة مستخلصة حاول تفهم أيها الفيلسوف لي حبيت بركتة فلسف وحبيت الضياء على الوقت بالهدرة هذك المادة المستخلصة من المصارن واش حكمها حكمها حكم المصارن المصارن جيبنا بلي المصارن حلال تولي المادة المستخلصة منها حلال سهلة هاي سهلة يا خلال واحد والو ما قراش قاع هاني عمري ما قيت كين سمعت الكلام مع بلي صح جيبنا بلي المصارن حلال تولي المادة المستخلصة من المصارن حلال وإذا ثبت بلي المصارن المستوردة حرام المادة المستخلصة منها حرام حرام وإذا ما على بنش ما رنا عرفين حلال ما رنا عرفين حرام واش هو اللي الأصل في المصارن في بلاد المسلمين لتذبح في بلاد المسلمين حلال واللي جي من بلاد الكفار حرام فهمت كيف الحم الأصل في بلاد الكفر أنه حرم هذا إذا قلنا من حيوان مشيخ نزير فهمتني أما لا وشنه هو الحل في هذه المشكلة حاجة سهلة يبعت زوج عدول زوج أئمة صالحين أتقية يروحوا مع هذا المستوردين للشركات اللي رأي تبيعنا المصارن ويشوفوا بعينيهم المشاهدة يشوفوا بعينيهم أنا ما فهمتكمش هلال رمضان هلال رمضان الدولة الجزائرية تكلف لجنة الأهلة ولجنة الأهلة يكلفوا مدارة الشؤون الدينية ومدارة الشؤون الدينية يكلفوا العناصر انتحهم في كل الولايات باش يشوفوا الهلال باش يصوموا ويش خصكم تكلفوا زوج برك يروحوا يشوفوا بعينيهم بللي لمصارن هلال هذا مكان ويجوا يبلغوا في التلفزة الوطنية أيها الناس رأنا رحنا شفنا هاي الأدلة صورنا هاي صور درنا فيلم هاو الفيلم أهدرنا مع مدير المذبح هاو هام المسلمي اللي يتدبحوا خلاص تبان حلال وعليها أي غايدتكم تقنعونا بالإحلال غايدتكم وعمركم تقنعونا بالإحلال يأكيد تقنعونا بالإحلال مليح لكم تجاريا واقتصاديا الشعبي وليشري وهو مطمئن أنه حلال هذا دليل باللي فيها لأنه كان حلال أما يجيب الغنى بالإحلال بالدليل لكن مدى قلت راقبوها البرياطرة ورقبناها صحيا يوبرككم لذي راقبوها البرياطرة الخنزيرة برقبوها البرياطرة سائل يقول طلقت مرأتي ثلاثا ما لهذه الفلاسفة؟ عرض مجودة فلسفو عليا روحوا تفلسفو عليا المستوردين تعلم صار وجيبوا من عندهم الآدلة بالإحلال ونحن نقولون نفتيهم بالإحلال ما نخدعوش الأمة يا عجب فهموني الله يفهمكم فهموني اللي يفهم يفهم لي ما فهمش اليوم أنا لي ما ليش فهم الجزائر كانت عندها أربعة شركات تعلق خميرة تعلق خبز أربعة شركات تعلق خميرة تعلق خبز أربعة قا خلقوا ولا تكيناري الخميرة وحدة لي جيبوها من فرنسا جاوبوني على هذه صدفة ولا فجأة ولا قدت ونطت ولا عليكم ضغوط ولا واشنو ورا هي الخميرة تعد زاير أنا بكري كانت تبعتني يمه تعد جن نروح لعميم زياني نشري من عنده عشرين ضرور خميرة تعد زاير مخدومة في الجزائر ورا هي الخميرة الجزائرية الحلال أربعة شركات يغلقوا وتولي ما كينا إلا الخميرة الفرنسية المشبوهة حسبنا الله ونعم الوكيل مدى بنا وزير الاقتصاد والصناع يعود يفتح الشركات على الحلال على الخميرة الجزائرية يا سبحان الله جاءت فرنسا باش يديروا شركة على المايوناس في الجزائر هداوش خصنا ومبعد انتم تيقوا في المايوناس في فرنسا وينك عفد الكافر عنده كل شحلال وشاو يدير فيها ومبعد يقول لك اوكسر الكونسير سراطة لباطيت انسى ما مشي ولده ارجال ما مشي ظنيه يدي قال خلاطة الحرام يا رب يحفظها يا رب يحفظها يا رب سائل يقول طلقت مرأتي ثلاثا قبل الدخول واريد ارجاعها فهل يجوز ذلك شرعان ما لم تقع بينك وبينها خلوة ما لم تقع بينك وبينها خلوة فانت اجنابي عنها كي طلقتها ثلاثا قبل الدخول رأك اجنبي يجوز لك ان تخطبها مع الخطاب خلاص ولانت انسان فراني ما تعرفه ما تعرفك انتهت ولكن يجوز لك توح تخطبها مع الخطاب توح تخطبها مش جديد يحبا بها يعطيها لك يعطيها لك يقولك لا لا ما نشق بتكون سيبي لا لا ما نشق بتكون سيبي فهمت او لا ما فهمت ولكن لو دخلت بها أو وقعت بينكم خلوة لا يجوز أن تعود إليك حتى تتزوج وتطلق من جديد فهمتها؟ اسمع إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تأتت دونها إذن هذه المرأة لا عدة عليها وأنت طلقتها قبل الدخول يعد طلاقا بائنا بيننا صغرى ويجوز أن تخطبها مع الخطاب والحمد لله لقد جعل الله لك مخرجها هاي عندك مخرج عاود اخطبها وإلى حبة تولي لك والله يهديك ولي تطلقوا على كل في الطاب لا تعدوا منه في القهوة في الطاكسي في الزنقام وين؟ حسبون الله ونعم الوكيد سائل يقول منحني والدي مسكنا في حياته فهل يقسم على الوارتة؟ لا يقسم على الوارتة هذا هيبا بابك في حياته في كامل قوة العقلية ما هوش مريض مرض الموت هاي يطلقك عنده سبب الأسباب أعطالك ذا مبروك عليك حلال عليك ما يشاركوش خوتك في تقسيمها بعد موته لأنها لا تدخل في الميارات وزيد سمع وأنت تشاركهم في الباقي إذا بابك خلى أشياء أخرى أنت تشاركهم في الميارات أنت عندك حق في الميارات هذه الهيبة في حال حياته وواحد ما يسألك انتعك مبروك عليك فهمتها؟ هذه الأخطة المدنية لقتليين ما أعطتني فيلا في حال حياتها إذا رأيك تسمع الحصة حلال عليك ما شي حرام حلال عليك ويمبكت يوم القيامة تحاسبك توقف بين يدي الله فهمتها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته